بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وبعد فما زلنا نستفيد من الآيات التي تلوناها وفرغنا من الكلام عليها وذلك من قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إلى قوله تعالى والله عليم بذات الصدور فنقول يوخذ أيضا من هذه الآيات حكمة الله في إنزال النعاس على الصحابة في أرض المعركة وأنه فارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ثم فسره بالنعاس أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهم أهل الإيمان وطائفة ولم يقل طائفة منكم لأنهم ليسوا من المسلمين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لم يصبهم النعاس فتبين بهذا المؤمن من المنافق فالذي ينعس في هذا المكان هو من المؤمنين والذي لم ينعس هذا من أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين هذا الذي أطار عنهم النوم أنهم يظنون بالله غير الحق وأما الصحابة الكرام فإنهم يظنون بالله ظن الحق وأنه سبحانه وتعالى وليهم وناصرهم وأنهم راجعون إليه سبحانه وتعالى فهم لم يقع فيهم شيء من القلق عند هذه المصيبة يوخذ من هذه الآيات أيضا تحريم أمور الجاهلية لأن الله جل وعلا قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين فظن غير الحق بالله هو من أمور الجاهلية وكل أمور الجاهلية مرفوضة كما قال سبحانه وتعالى ظن الجاهلية تبرج الجاهلية حمية الجاهلية فكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه مرفوض ويحرم التشبه بأهل الجاهلية وهذا مما يحث المسلمين على معرفة أمور الجاهلية حتى يتجنبوها ويبتعدوا عنها ولهذا كتب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة سماها مسائل الجاهلية من أجل أن يتجنبها المسلمون ويأخذ من هذه الآيات أيضا أنه يجب حسن الظن بالله عز وجل وعدم اليأس والقنوط فمهما أصاب المسلمين من النكبات والمصائب فإن هذا لا يجب القنوط من رحمة الله وأن هذا الدين سينتصر بإذن الله وسيبقى كما هو واقع التاريخ منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة فإن هذا الإسلام يكاد له من داخل من قبل المنافقين ومن خارج من قبل الكفار يكيدون لهذا الدين وللمسلمين أنواع المكاهد ومع هذا لا يزال الإسلام باقيا وثابتا ولا يزال عليه من عباد الله الصادقين من هو ثابت وصامد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى يوخذ من هذه الآيات أن ما جرى وما يجري مما يحبه الناس وما يكرهونه كله بقضاء الله وقدره وأنه لحكمة بالغة وأنه ليس راجعا إلى تدبير الناس كما يقول المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فليس ما يجري راجعا إلى تدبير الناس وإنما هو راجعا إلى قضاء الله وقدره فهو الذي بيده الأمر نعم أعمال الناس قد تكون سببا للهزيمة أو للنصر ولكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وأما هذه أسباب قد تنجح وقد تفشل وهذا راجع إلى قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات أن المنافقين تظهر سرائرهم عند الشدائد ويفتضح أمرهم ما دام الأمر رخاء فإنهم لا يعرفون ويندمجون مع المسلمين على أنهم من المسلمين لا يعرفون لكن إذا جاءت الشدائد والمواقف الصعبة تبين المنافق من المؤمن الحق المؤمن الحق يثبت والمنافق يظهر نفاقه ويظهر كفره الذي كان يكنه في قلب تظهر عداوته للإسلام والمسلمين يشمت بالمسلمين يتكلم في الإسلام والمسلمين كما هو حاصل الآن وقبل الآن من أحوال المنافقين ومواقفهم من الإسلام والمسلمين في كل مناسبة ولهذا لما جاء الأحزاب وحاصروا المدينة كانت مقالة المؤمنين هذا ما وعدنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أما المنافقون فإنهم لما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فهذه المواقف الصعبة هي التي تبين المؤمن الصادق من المنافق والكاذب نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الدين والصراط المستقيم وأن يقينا شر الفتن ومضلات الفتن وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر